إلهي إليك لا إلى الناس أفزع إذا ما أصاب الناس هم مروع ألملم أشتاتي وأدنو وأنحني أتمتم أعذاري وأرثو وأركع وأسجد إيمانا وحبا وخشية وقلبي إلى ربي يتوب ويخشع وبين يدي مولاي ألقي حمولتي فتصعد آهات وتنساب أدمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير في هذا الشهر الكريم في شهر النفحات في شهر القرآن في شهر يتمنى الإنسان أن يكون فيه استجابة الدعاء ليس في هذا الشهر فقط وإنما على مدار العام كيف يكون قبول الدعاء ما هي أهم أسباب استجابة الدعاء كيف يشعر الإنسان بأنه قريب مخلص إلى ربه سبحانه وتعالى وهو يدعوه ويلقي عليه بهمومه التي هي من أقدار الحياة حول هذا المعنى في هذا الشهر الكريم يسعدنا أن نرحب بضيوفنا الكرام بفضيلة سيدنا الشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم أهلا وسهلا سيدنا أهلا وسهلا سيدنا سعداء بكت حضائك معنا ونرحب بفضيلة الدكتور عمر الكمار مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف المصرية أهلا وسهلا دكتور عمر أهلا وسهلا بارك الله فيك لو سمح لنا فضيلة دكتور عمر الكمار نبدأ مع سيدنا فضيلة الشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم حول هذا الموضوع الهم والكلمة معه الآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي العربي الأمين صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الزاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات كل عام وأنتم بخير ونحن في شهر النفحات نسأل الله تبارك وتعالى اللهم مجبر بخواطرنا إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجعلنا من المقبولين يا رب العالمين شاءت حكمة الله تبارك وتعالى أن قيمة العبد عند الله لا تقاس لا بطول الأعمار ولا بما يأكل ولا بما يشرب ولكن قيمة العبد عند الله بما يقدم من عطاء وقرب من الله تبارك وتعالى لذا نتزلل نتزلل إلى الله بحروف عظمته أن يقبلنا وأن يجعلنا من المقبولين يا رب العالمين الدعاء هو سلاح المؤمن الدعاء هو العبادة الدعاء هو سهم من سهام المولى تبارك وتعالى إذا اصطفاك المولى تبارك وتعالى وهيأ لك الأسباب إلى اللجوء إلى باب الله فاعلم أن لك مكان عند الله تبارك وتعالى لذا قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان المولى تبارك وتعالى كما أمرنا بالدعاء وعدنا بالإجابة فقال وإذا سألك عبادي عني الدعاء والمسألة دائما وأبدا قد يظن البعض أنه حينما يقرأ آية من آيات الله أو يذكر ذكر لله تبارك وتعالى أو يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا بإرادته لا والله هذا اصطفاء من الله تبارك وتعالى المولى تبارك وتعالى استفاق من بين الغافلين كي ترتل آيات الذكر الحكيم كي تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تناجي المولى تبارك وتعالى لما سئل سيدنا الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله ما أجمل حكمة مرت عليك في حياتك أو قرأتها في حياتك أو قرأتها في حياتك قال قرأت لأكثر من سبعين عاماً فما وجدت أجمل من الحكمة التي رواها ابن الجوزي عليه رحمة الله قال ابن الجوزي مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها ولزة المعصية تذهب ويبقى عقابها إذا ما نظرت إلى السماء مد يديك وقل يا رب ما طابت الدنيا إلا بذكرك ولا طابت الآخرة إلا بعفوك وما طابت الجنة إلا برؤيتك اللهم اكتبها لنا يا رب العالمين والدعاء إخوة الإيمان والإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إذن وعدنا المولى تبارك وتعالى بالاستجابة حينما نرفع أكف الضراعة لذا علينا إخوة الإيمان والإسلام أن نتوجه إلى المولى تبارك وتعالى بكلوب صافية يملأها اليقين بالله والثقى في وعد الله تبارك وتعالى بأنه سبحانه وتعالى سيستجيب لك فإذا ما ألم بك هم أو غم أو كرب فقل يا الله قل يا الله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله وإذا توكلت فتوكل على الله وأعلم أخي الكريم أنه لا يغني حذر من قدر مهما كنت تحذر في حياتك في ملماتك فلا يغني حذر من قدر وأن الدعاء ينزل وأن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فدائما وأبدا لح على المولى تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء توجه إلى الله سبحانه وتعالى في وقت الإجابة وتخير الأوقات وما أجمل الأوقات التي نحن نحياها ألا وهي شهر الغفران شهر نزول الرحمات على عباد الله تخير الأوقات وارفع يديك وقل يا رب يا رب يا رب نسأل الله تبارك وتعالى القبول وحسن الخاتمة اللهم أمين يا رب العالمين اللهم أمين يا رب العالمين برك الله فيكم فضيلة الشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم وفي نفحات هذا الشهر الكريم ننتقل إلى كلمة الدكتور عمر الكمار مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد مما لا شك فيه أن الدعاء في الإسلام له أهمية كبيرة وله حظ وافر من التأكيد ومن الأدعية كمان المشروعة والمسنونة الدعاء في الواقع كما تفضل فضيلة الدكتور الدعاء مخ العبادة قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وفي لفظ مخ العبادة والمعنى كما قال الأئمة رحمهم الله رحمة واسعة معنى اعتقادي معنى عقدي أن العبد إنما يسأل ربه إذا حزبه أمر واشتدت به حاجة فعندما تشتد عليه الأمور هو عند فطرة وعند عقيدة أنه لا يفرجها إلا خالقها فكأنه إذا رفع يديه عند الشدائد وقال يا رب هذا فيه أولا اعتراف بأن خالقه وخالق ما هو فيه والله ثم هو فيه إقرار بأنه لا قدرة على التفريج ولا على تحويل الحال إلا من الله عز وجل فهو بهذا الدعاء دخل في باب مهم جدا من أبواب العقيدة والاعتقاد وهو إقراره وتسليمه بأن الله هو الخالق وأن الله عز وجل هو القادر سيد الدكتور أشار لآية الدعاء في سورة البقرة والأئمة رحمهم الله تكلموا أن هذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هذه الآية وقعت عفوا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان آية البقرة هذه وقعت بين آيات الصيام يعني أولا قبلها المولى سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم توارضت آيات الصيام ثم ربنا سبحانه وتعالى يقول سيدنا رسول الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ثم بعد هذا الأمر من الله عز وجل يأتي آيات أحل لكم ليلة الصيام الرفث أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وهي متعلقة كذلك بأحكام الصيام لئما قالوا آية الدعاء بين آيات الصيام لن تأتي اعتباطا إنما لحكمة يعلمها ربك سبحانه وتعالى من هذه الحكم لوجود هذه الآية بين آيات الصيام أن الدعاء للصائم له محل وله وجاهته وهو أرجى أن يقبل فالآية كأن العبد إذا امتسل وصام ثم إذا أراد أن يدعو فمن يستجيب فالله عز وجل جل وعلا قريب مجيب الدعاء فالصائم في هذا الشهر الطيب المبارك لا ينسى أبداً ولا يغفل الدعاء الدعاء في الواقع إذا كان مقبولاً يستجاب يعني هناك فرق بين القبول والإجابة كما يعلم الكثير القبول هو أن يتقبله ربنا سبحانه وتعالى أما الإجابة أن تقع عين هذا الدعاء أو قل ما طلبه العبد الإنسان فينا قد يتعجل ويسأل المولى سبحانه وتعالى أموراً بعينها فلا تقع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمنا أن العبد إذا دعا يستجاب له قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة ورحم إلا استجيبت بإحدى ثلاث إما أن يعطى عين ما دعا يعني سأل المولى سبحانه وتعالى شفاءاً فيشفيه الله سأل المولى سبحانه وتعالى مالاً فيغنيه الله أن يعطى عين ما دعا أو أن يدفع عنه من البلاء بقدر ما دعا كثير من الدعوات تدفع تدفع البلاء يعني كثير من الدعوات لا تراها في حياتك كم من دعوات دعوتها دعوتها ولا تجد لها واقع دعوت مثلاً بالشفاء ولا يزال العبد مريض مثلاً ربنا عافي الجميع دعوت مثلاً بالزرية ولا تزال لم ترزق ويظن العبد أنه لم يستجاب إذا قبلت الدعوة وسيأتي بحول الله بعد خليل الحديث عن القبول يعني علامات القبول أو كل الأمور المعينة على قبول الدعاء إذا أجيبت الدعوة قد استجاب بعين ما دعوت وقد تستجاب بأن يدفع بها من البلاء النازل بقدر ما دعوت وقد لا يكون هذه ولا هذه لا يستجاب عين الدعاء ولا يدفع بها بلاء إنما تداخر لك يوم القيام لا شك أن الدعاء من ذكر الله وأنك إن لم تعطى عين ما سألت ولم يدفع بها من البلاء عنك بقدر ما دعوت تداخر لك حتى جاء في الخبر مرفوعاً أن العبد إذا رأى ثواب دعواته تمنى أنه لم يكن قد أجيب منها شيء يتمنى يعني يا ريتك يا رب كلهك تبقى في الآخر كذا أخذ أجرها ومش عاوز في الدنيا لعظم أجر الدعاء فهو من أبواب الذكر المحمودة كما سمعت في البداية فهي من أبواب العقيد فأول قضية أن تعلم أن دعائك بحول الله مقبول جل وعلا بحول الله أريد أن أقول مجاب مجاب إما بعينه أو بأن يستدفع به عنك من البلاء أو أن يداخر لك أجره يوم القيامة فأكثر من سؤال ربك سبحانه وتعالى ثم هناك أمور تعين على القبول ليس كل دعاء مقبول الدعاء هو طلب تقول يا رب اللهم يعني يا الله افعل كذا وكذا والأمر من الأدنى للأعلى دعاء توسل اللهم اشف مرضانا اللهم اغننا اللهم استورنا هذه طلبات إذا لم يكن الداعي مؤهل لأن يقبل طلبه لابد أن يكون عنده قصور معين فلابد أن ننتبه لقضية كيف يستجاب الدعاء أو قل القبول كيف يكون دعاء مقبول أهم هذه الأمور حتى لا أطيل الثقة واليقين في قرم الله عز وجل أن يكون العبد واثقا وأن يكون العبد متوكلا وأن يكون معتمدا على الله بإخلاص وبعقيدة رسخ يسأل الله عز وجل وهو موقن قال صلى الله وسلم وبارك عليه أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة هذه شرط من شروط القبول من دعا لعله لا يفعل هذه خلاف السنة أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة ثم شرط آخر للقبول يقول صلى الله وسلم وبارك عليه فإن الله لا يستجيب دعاء فإن الله لا يستجيب دعاء عبد قلبه غافل أو قال لا يستجيب دعاء من قلب ساه غافل فالمعنى أنه مع إيمانك بالله وإنه قادر وإنك تدعو وأنت موقن أن يكون خاشع أن تكون منتبه إنسان السرحان والهان المشتت البال هذا لا يرجى له قبول فأنت تدعو وأنت موقن ثم وأنت منتبه وأنت خاشع لله قلبك حاضر لسانك واطأ حال القلب ثم يأتي القضية هي بيت القصيد مع قضايا أخرى لكن هذه مهمة جدا قضية المكاسب من أهم موانع القبول كما يعلم الجميع الكسب الحرام سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبرك عليه علمنا أن العبد إذا أكل حراما منع القبول وحجب عن الملأ الأعلى حجب عنه التزديد وحجب عنه معية الله بالنصر والتأييد الإنسان إذا أكل حراما وسحتا دعا الله فلم يرفع دعاؤه فوق رأسه قال صلى الله وسلم وبرك عليه إن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى قال جل وعلا في حق الرسل يا أيها الرسل قلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى في حق المؤمنين يا أيها الذين آمنوا قلوا من طيبات ما رزقناكم المؤمن أمر أن يأكل من الحلال وأن يعمل صالحا والرسول لذن سيدنا آذم إلى سيدنا رسول الله أمر أن يأكل من الطيب وأن يعمل صالحا إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يده يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب لذلك سيدنا رسول الله ذكر حالة الإنسان استجمع فيها عوامل القبول أشعث أغبر الإنسان اللي هو لا يؤبه له يقول صلى الله وسلم وبرك عليه رب أشعث أغبر ذي تمرين لو أقسم على الله لأضره يعني لا تدع لا تحكم على الناس بالمظاهر الإنسان أشعث أغبر لا ينتبه له الناس كثيرا ولا يهبون له قياما إذا دخل عليهم ومع ذلك له حال مع الله من العبادة والإخلاص وأكل الحلال إذا أقسم على الله لأضره فهذا الرجل اللي بيدعو أشعث أغبر فمعاه عامل من عوامل القبول ثم يطيل السفر وعندنا في سنة سيدنا رسول الله أن من الدعوات المستجابات دعوة المسافر دعوة المسافر لأن المسافر عنده لما ترك الأهل والوطن عنده صدق لج قلبه متوكل على الله فعنده إخلاص فكان من الدعوات المستجابة دعوة المسافر والعبد هذا أشعث أغبر يطيل السفر ثم من السنة ومن أداب الدعاء أن ترفع يدك سيدنا رسول الله في بدل رفع يديه وهو يدعو ويستنصر للمسلمين حتى سقط ردائه عدة مرات من السنة أن ترفع يده يقول صلى الله وسلم ومبارك عليه إن العبد إذا رفع يديه يعني عند الدعاء استحى ربنا جل وعلا أن يردهما صفرا خائبتي يعني إن شاء الله مدامر طفعه كذا بإخلاص وإنت بتاكل حلال بإذن الله سيكون فيها خير سترجع بخير فالرجل كذلك أشعث أغبر يطيل السفر يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب ودي السنة كان رسول الله إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا يعني الإلحاح الإنسان إذا دعا الله عز وجل جمع الخشية مع التواضع مع السكينة مع الإلحاح والمسكنة فالإنسان الذي يدعو بتكبر هذه من موانع القبول العبد كذلك لسيدنا نبي ذكره أتى بهذه فهو أشعث أغبر يطيل السفر يمد يده وهو لحوح يا رب يا رب باع كل هذا يقول صلى الله وسلم ومبارك عليه ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك هذا توضيح من سيدنا رسول الله يبين لنا كم أن كثير من دعواتنا ليؤبه لها كثير من ما نظلنا لهج به من الدعاء لا يرفع فوق رؤوسنا لأن بعض الناس لم يعني يتهيب محارم الله ولم يضع حدا فاصلا بين ما أبيح وما حرم فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا ولا يقبل إلا من طيب والله عز وجل جعل من موانع القبول قضية أكل ما لا يحل نسأل الله السفترة والسلامة والله سبحانه وتعالى يرزقنا الحلال الطيب إنه على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين برك الله فيكم فضيلة الدكتور عمر الكمار مدير عام الفتوى بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف المصرية وكما ذكر الضيوف الأكارم حول الدعاء والدعاء عمل أخلاقي هو طيف وقداني نوع من أنواع التوبة نوع من أنواع الأوبة نوع من أنواع الرجوع والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى هذه الأنفس التي تدعو أحيانا نرى أن الدعاء يخرج من النفس الإنسانية بتلقائية شديدة وهذه التلقائية إنما يتلقاها رب العالمين برحمته ووقته سبحانه وتعالى هو الآمر الناهي في اختيار توقيت استجابة الدعاء نتحول إلى فضيلة الشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم والحديث حول أسباب قبول الدعاء كما ذكر الدكتور عمر في كلامه أن الدعاء عبارة عن أوبة وتوبة ورجوع إلى الله تبارك وتعالى لا بد لنا إخوة الإيمان والإسلام أن نتأكد أولا حينما تدعو الله تبارك وتعالى فعليك بالأدب الأدب الرباني أن تتأدب أن تتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وحينما ندعو الله تبارك وتعالى علينا أولا أن نتهيأ للإجابة فأسباب قبول الدعاء أول شيء تحرّي الحلال وكما ذكر أخونا الفاضل الدكتور عمر الكمار في معرض حديثه عن تحرّي الحلال والأكل الحلال لما جاء سيدنا سعد بن أبي وقاص وقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجابة دعوة واخبالك دكتور عمر قال ادعو الله أن أكون مستجابة دعوة قال له يا سعد أطب مطعمك تكون مستجابة دعوة أطب مطعمك تكون مستجابة دعوة لذلك لا تظن أن الورع أنك أنت لما تسمع آية فتبكي نعم هو ورع لا تظن أن قطرات الدموع حينما تنزل من عينيك حينما طرى طفل مسكين ماشئ ورع لكن سأل سيدنا عمر بن الخطاب يا دكتور عمر يا دكتور عمر سأل سيدنا عمر بن الخطاب بعض الصحابة ما الورع إيه الورع مين أهل الورع قالوا الذين يصلون قال يصل البر والفاجر قال قالوا له الذين يصومون قال يصوم البر والفاجر مين أهل الورع قالوا له هم الذين يتصدقون قال يتصدق البر والفاجر فسكتوا قال أهل الورع هم الذين يتعانون عملون بالدرهم والدينار فيصدق معه هو دا الورع أن تتحرى الحلاح حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله وكما قال الدكتور عمر الكمار في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الرجل يطيل السفر أشعس أغبر يمد يديه لكن مطعمه حرام ملبسه حرام حينما ترفع أكفة ضراعة إلى الله أنه يستجاب لك أويس القرن نعم أويس القرن خير يعني سيدنا أويس رضي الله عنه وأرضاه يعني ربني بارك في حضرتك يعني ذكره النبي للصحابة الكرام إذا جاءكم أمداد أهل اليمن فاسألوا عن أويس سيدنا عمر يعني شوف انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وجاء عهد سيدنا أبي بكر الصديق ويأتي أهل اليمن ويسأل عمر يروح إلى الأماكن أفيكم أويس؟ أفيكم أويس؟ يعني الحمد لله أنك تذكرتنا بهذه القصة بالقصة جزاكم الله خيراً أفيكم أويس؟ لا حتى تولى عمر رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عمر الخلافة أو الإمارة أمير المؤمنين وفي الحج جاء أمداد أهل اليمن قال عمر أفيكم أويس؟ قالوا نعم لكنه كان يعمل إيه؟ في خدمة أهله كان في مربد الإبل وكان ينظف لهم ويحمل متاعهم ثم ذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه قال أويس؟ أويس؟ قال نعم قال ادعو الله لي ادعو الله لي قال من أن؟ قال أنا عمر بن الخطاب وذكرك النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أهل اليمن فيهم أويس القرني فاسألوه الدعاء فإنه مستجاب الدعوة كان باراً بأمه الله سر استجابة الدعاء بعد تحر الحلال البر بالوالدين الله كان باراً بأمه جعله المولى تبارك وتعالى من أهل الإجابة ببره بوالدين سيدنا موسى عليه السلام يا دكتور عمر وهو كليم الله تبارك وتعالى في يوم من الأيام سأل المولى تبارك وتعالى ربي أرني من بجواري في الجنة؟ من هيكون جاري في الجنة؟ وهو كليم الله سيدنا موسى عليه السلام فحكى له المولى تبارك وتعالى أن يذهب إلى مكان كذا سيجد عريشة عريش كده زي خيمة كده بدوية هيجد هناك من هو قرين في الجنة أو من هو جار في الجنة فزهب سيدنا موسى عليه السلام فوجد امرأة مسنة كبيرة مقعدة ووجد شاب يدخل عليها كل يوم ينظف لها ويطعمها ويفعل معها كذا وكذا وكذا قعد سيدنا موسى يراقب هذا الشاب فقال له سيدنا موسى عليه السلام من أنت؟ قال أنا ابن هذه المرأة وأقوم على خدمتها وعلى رعايتها قال له ماذا تقول لك؟ تب تقول لك إيه؟ بعد ذا تقول له قالت تقول لي اللهم اجعل ابني رفيق موسى بن عمران في الجنة قال أهو تعرفني؟ قال لا والله لا أعرفك قال أنا موسى بن عمران ولقد استجاب المولى لدعاء أمك اللهم اجعل ابني رفيق موسى بن عمران في الجنة إذن علامات كبول الدعاء واستجابة الدعاء البر بالوالدين أبوك وأمك بابان من أبواب الجنة إلزم بر أبيك إلزم بر أمك تكون مستجابة دعوة بإذن الله تبارك وتعالى يا رب بارك الله فيكم فضيلة الشيخ سيد عبد المجيد سيدنا الشيخ سيد عبد المجيد ذكر بابا هاما من أسباب قبول الدعاء وهو بر الوالدين وهو ما نستكمله أيضا مع فضيلة الدكتور عمر الكمار ونسقط أيضا على واقعنا المعاش في التقصير الكبير من الأبناء للوالدين وكيف يمكن تلافي مثل هذه الأخطاء من خلال هذا الشهر الكريم من خلال أن نفس الإنسان تتوق للعودة إلى الله خلال أيام هذا الشهر المبارك فضيلة الدكتور عمر هؤلاء الذين يقصرون ومقصرون في حق آبائهم وأمهاتهم أما لهم من عودة يعني خاصة وأن مثل هذه العودة إنما تؤكد أنها عودة إلى الله سبحانه وتعالى وتنفيذا لأوامره عز وجل خاصة في مثل هذه الأيام التي تكثر فيها النفحات نعم جزاك الله خيرا بداية مما لا شك فيه أن بر الوالدين من أعظم أبواب القرب إلى الله عز وجل ونحن في أيام طيبة مباركة ونفح من نفحات الله شهر رمضان المبارك هذا موسم للطاعة ربما لا يتكرر كثيرا وربما إذا من على العبد أن شهده هذا العام الله أعلم كيف هو وأين هو في العام القادم فهذه المواسم تشد فيها الهمم ويستكسر العبد فيها من الطاعات ويعني يغتنم هذه الفرص السانحة للقبول بحول الله عز وجل فالدكتور سيد أشر لقضية مهمة قضية البر وكيف أنه باب هذا البر بر الوالدين لها باب مهم جدا من أبواب القبول بداية سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبرك عليه قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي هذا الحديث فيه دليل للأولوية يعني إذا كان عندك خير فمن أولى الناس بهذا الخير أهلك فإذا كان الخير الذاز عن هذا فليكن الجيران والرحم ثم الجيران ثم يعني كأن فيه أولويات فإذا كان العبد صاحب خير فأولى الناس بهذا الخير هم أبوه وأمه الوالدين في مرتبة الأولى قولا واحدا لذلك الشرع الحنيف رتب أحكام على هذه العلاقة الوسيقة بين الولد والوالدين منها مثلا لا يجوز لك إن وهبت إنسانا هبة ثم استلمها الموهوب له لا يجوز لك أن ترجع فيها هذا قولا واحدا سيدنا رسول الله يقول ليس لنا مثل السوء العائد في هبته أعزكم الله كالكلب ثم يعود فيأكل قيئة عندنا دلوقتي بين الزمل أو بين الأقارب يهدي هدية فإذا اختلف معه ربما ذكره بهذا الأمر وربما سردها منه هذا لا يجوز للمسلمين ليس لنا مثل السوء هذا الحكم معروف إلا أن يكون الواهب والدا فإذا كان والد وإنعلى يعني جد والد الجد وإنعلى جاز له أن يأخذ قالوا لأن الولد وما ملك في الواقع لا يحجب ولا يمنع منه الأصل بتاعه الوالدين والأم طبعا من باب أولى فهذا الحكم مستسنى لقوة العلاقة بين الولد وبين أبيه وبين أمه ومن هذه الأحكام أيضا أنت المشاهدون الكرام يعلمون قضية الحج وأنه واجب بالاستطاعة وأن هذه الاستطاعة تعني القدرة عزاد والراحلة والقدرة البدنية بإجمال يعني ثم إن وهب لك الحج لا يلزمك القبول يعني واحد صديقك قال لك والله في تسقرة حج تعالى حج معنا لا يلزمك طيب ليه التسكرة موجودة لما لا أذهب لما يكون قالوا لأن فيها منا وإذا لم تا يعني ربما يقابلك بعد كذا وتختلف معها في الرأي فيفكرك بالحج فيها منا وإزلال فليجب عليه لكن ليجوز لك أن تأخذها وأن تخرج على نفقتي قالوا إلا أن يكون الواهب ولدا فإن كان ولدا واجب على الوالد أن يقبل لأن سعي الولد من عمله فلوس ابنك طبعا هذه فيها تفصيل فيها تفصيل لكن في قضية الحج هنا نفهمها يا دكتور لأن هذا الأمر منتشر يعني كما تعلم إن وهب الولد لأبيه أو لأمه واجب على الوالدين أن يقبل ولا منة فيه لما أنفق من مال ولده كما أنفق من ماله لكن ليس معنا هذا أن الوالد يستولي على مال ولده لكن هو في حل ما أخذ إذا كان محتاج وما وهبه الولد لوالده هو كما أنفقه الوالد من ماله هذا كل يدلك على مدى الترابط بين الولد وبين أبيه وهم إذا أخ وهب مثلا أخت له أو أخت لا يلزمه القبول إن قابل فبها ونعمة جاز له أن يقبل ويحج على نفقته لكن ليس بواجب الوجوب من أين يأتي يا دكتور يأتي من قضية أن الحج إذا لم أحج أنا في حياتي يلزمني حج الفريضة فرض كالصلاة ويلزمني متى إذا سطعت فهل إن وهبت لي أعد مستطيعا أو لا أعد إن كان الواهب ولدا فأنا مستطيع بولدي لأن الولد كما جاء في الخبر مرفوعا من كذب أبي أو من سعي أبي أما إذا كان الواهب غير ولدي يجوز لي أن أقبل وأكون مستطيع ويجوز لي أن أقبل لما فيه من المنة أو لما فيه من انكسار النفس ويعني برضو الأمور تأخذ بعزة النفس والله عز وجل لا يكلف إلا ما كان في الاستطاع هذا كله يدل على قضية مهمة أنك إذا كان فيك خير ينبغي أن يكون للوالدين والإنسان في الواقع قاطع الوالدين يعني البر الوالدين كما يعلم السادة المشاهدين بر الوالدين من الصلة من الأرحاء لكنه أفرد أفرد الأهميته الواحد لا يعرف له عما إلا من خلال أبيه لا يعرف له خالا ولا خال أمه هم الوالدين من الرحم لكنه أفرد للأهمية ولأنه هو دبيت القصيد فالعبد إذا كان مقصرا مع والديه فبالله أي خير يرتج من هذا يعني إذا كان الإنسان يعني غليظ على أمه ربما رفع صوته على أبيه ربما شتم أباه فبالتالي يرجى منه إذا فإذا كان هو صاحب الأياد وصاحب النعم التطرى عليه بعد المولى سبحانه وتعالى أمه ثم أبوه إذا كان أصحاب الفضل بيجحد معهم ويفعل كذا وكذا فهذا إنسان معدوم الخير بدليل المشاهدة يعني إذا كان في خير فكما أشار فلت الدكتور أن يكون لوالدي العقوق في الواقع من أكبر الكبائر ودليل الصخط من الله عز وجل على هذا العبد ثم إذا كان العبد يفعل كبيرة فلا يرجى له قبول من موادع القبول كما يعلم السادة المشاهدين ينال قبول ارتكاب الكبائر والإصار عليها إنسان مصر على كبيرة ثم يدعو أين يأتي القبول إنسان يعني يقطع أمه ولا يكلم أباه نسأل الله سترة والسلامة والعافية دا مشكلة كبيرة جدا ويجزاك الله خير أن أثرتها يجب علينا أن نبدأ بالأولويات أنا أحشن للناس بس قبل أن أحشن لأي إنسان في الدنيا أحشن لأمي ثم أبي ثم أدناك أدناك كما علمنا صلى الله وسلم وبارك عليه لعل من أسباب القبول ذكر سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه أيضا قضية العدم لإعتداء في الإجابة أو قل عدم لإعتداء في الدعاء سيدنا سعد بن أبي وقاص كما أشار سيدنا دكتور لحديث بتاعه وسيدنا نبي جعل كذب الحلال أطب مطعمك يعني سيدنا رسول الله لو كان قال اللهم أجب دعوة سعد كان خلصت الباب أغلق وسعد أجيب الدعوة وأغلق الباب رضي الله وتعالى عنه لكن سيدنا نبي ادانا علاج أو ادانا وصفة إلى قيام الساعة فقال أطب مطعمك قاعدة قاعدة فكل من أكل حلالا بحول الله كان أرجى للقبول وهذه القاعدة التي تحسبن إنها سهلة دكتور عمر ده صعبة جدا صعبة جدا إذا الشبه والحرام كثير واللي بيكون الحلال كأنه قابل على الجن فتن أصبحت من الصعوبة بمكانه ولكن الجزاء عظيم تكون مستجابة دعوة تقول يا رب يستجاب سواء بعين ما دعوت أو يدفع عنك من البلاء أو تدخر لك يوم القيامة فهذا يعني أجر واسع جزيل سيدنا رسول الله قال حديث يروي سعد وسبب وروض الحديث إن سيدنا سعد لا أرأى ولذا له ابن سعد سيدنا سعد هذا كان يدعو يقول اللهم إنا أسألك الجنة ونعيمها وأنهارها وحورها وأخذ يعدد وأعوذ بك من النار ومن حرها وسلاسلها وزقومها وأخذ فقال له سعد يا بني سمعت رسول الله صلى الله وسلم وبرك عليه يقول يكون في أمتي أقوام يعتدون في الدعاء الاعتداء في الدعاء إما أن تسأل ما لا يحل يعني إنسان رايح يرتشي يقول رب يسطر رب يسطر كيف هذا لا يجوز أن تسأل الله عز وجل يسجاب للعبد ما لم يسأل بمعصية أو قطيعة رحم معصية لا يجوز أن تدعو الله فيها ولو أنت مدرك هذا استهزاء لو إنسان مستحضر كده إنه راح يعمل معصية وبقول يا رب يسارها هذا استهزاء بجناب الله سبحانه وتعالى ونعوذ بالله عز وجل من ذلك لكن غالب الظن هو غافل فلا يجوز الدعاء بمعصية ولا قطيعة رحم ثم قضية التفصيل فقال سيدنا سعد لولده فإنك إن دخلت الجنة ورزقت نعيمها وأنهارها وحورها وإن أعذت من النار أعذت منها ومن حرها ومن زقوم الشاهد أنت عندك ظهر عندنا منذ مدة قضية جماعة يقف فيدعو ساعات طويلة والمؤمين والمصلين خلفه والمصلين فيهم الضعيف وال يعني ما الحاجة يعني زي ما سيدنا النبي علمنا المرأة والضعيف هو زي الحاجة واللي ظهره يؤلمه واللي عمل عمليها في قدمه واللي ورى مشوار ثم يقف هذا وبماذا يدعو بماذا يدعو زي الاعتذاء في الدعاء لسيدة سعد نبه عليه يعني اللهم أجعلنا على الصراط من العابرين وعليه من الماشيين ونجي تموئذ ربنا النجاك كما قال سعد لو دخلت الجنة ورزقت الجنة وما فيها ولو أنجيت من النار أنجيت من النار وما فيها الشاهد تفاصيل الدعاء ليس لها يعني سيدنا رسول الله جوامع الكلم كان يدعو بإلحاح ثم خشوع ثم الدعاء سيد النبي يعني المجمل هذا أو قل جوامع الكلم جاء الرجل لسيدنا رسول الله فقال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ أنا معرفش أولي التفاصيل في الدعاء وطبعا المقصود هنا بالدندنة بشي التفاصيل في اعتداء لا إلا هو الدعاء الجامع لأعبار كملة الرجل لا يحسن هذا فقال سيد النبي قال فما تدعو قال الله أقول اللهم مني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار معرفش يقول يا رب وديني قنة ونجني من النار قال صلى الله عليه وسلم حوله ما ندندن كل شغلنا كله إنك تروح قنة وتنجو من النار فالإنسان يدعو بقلب خاشع مع أنه أكل حلالا ولم يصر على كبيرة وليصلح ما بينه وبين والديه ثم أرحامه ولا يقطع أحدا ثم يدعو بخشوع وسكينة ويعني تذلل والله عز وجل يقبل من عبده الخاشع ويسنى أن يبدأ الدعاء بذكر الله وصل على سيدنا رسول الله دخل رجل المسجد فقال بعدما صلى اللهم اغفر لي اللهم ارحمني قال صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي عجلت فقال إذا دعوت فقل فاذكر الله بما هو أهله وأثني عليه ثم صلي عليه ثم سلمش فهذه منذ السنة أيضا ومن عوامل القبول نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الدعاء الصالح والعمل الصالح المتقبل آمين يا رب العالمين بارك الله فيكم فضيلة الدكتور عمر الكمار مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف المصرية ونحن في هذا الصدد وقبل الكلمة التي ستكون مع فضيلة الشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم علمت دعاء الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين الأدب حتى في الخطاب بل والبلاغة في كثير من الأمور فلا يمكن أبدا أن ننسى بلاغة الأعربي الذي جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال له يا عمر الخيري جزيت الجنة أكس بنياتي وأمهن وكن لنا في ذا الزمان جنة كان سيدنا عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين وكان هذا الحوار بين أمير المؤمنين وبين أعرابي فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ليعرف ماذا يمكن أن تكون فصاحة الأعرابي بعد هذا الكلام فقال له عمر بن الخطاب وإن لم أفعل يكون ماذا فقال والله عنهن لتسألن في يوم تكون فيه المعطيات من وموقف المسؤول منهن إما إلى نار وإما إلى جنة فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من فصاحة هذا الأعرابي وأدبه في السؤال ودخل عمر بن الخطاب وكان وقت هذا وهو أمير المؤمنين لا يجد في بيته سوى يعني ما نقول عنه الآن ببطنية أو فرش صغير أعطاه لأعرابي وقال له يا هذا خذ هذا ليوم تكون فيه المعطيات منا وموقف المسؤول منهن إما إلى نار وإما إلى جنة هذا الأمر وهذا الموقف يعلمنا كيف أن الدعاء له آداب معينة ينبغي على العبد أن يتحلى بها وأن يتوقف عندها لكننا بكل أسف نلاحظ كثيرا يعني ربما بسلامة نية وصفاء قلب أن التأدب مع الله في الدعاء لا يأخذ شكله الصحيح وبه قصور شديد أو قصور ملحوظ فكيف يمكن أن تلافى هذا القصور في التأدب مع الله سبحانه وتعالى الخالق رب العالمين وهذه الكلمة ستكون مع فضيلة الشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم فضل السيد يعني أنا بحييك دكتور عمر الله يبارك في حضرتك هذا كلام جميل ربنا يكلمك وينفعنا بك جميعا إن شاء الله بإزداد الله يبارك وتعالى طبعا حينما نتكلم عن الأدب مع الله تبارك وتعالى وقت الدعاء لابد لنا أن نتفق أولا أن الله تبارك وتعالى حيي كريم يعني المولى تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبد الله في الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حيي كريم يستحي إذا رفع إليه العبد وقال يا رب يستحي أن يرد صفر اليدين كما قال الدكتور عمر الكمار فلابد لنا أولا حينما نعلم هذا الأمر إذن لابد أن يكون عندنا يقين فأن الله تبارك وتعالى سوف يستجيب لك بإذن الله تبارك وتعالى فربنا حيي فلابد لك أن تتأدب أن تأخذ كريم لأنك حينما تشكر النعمة وتشكر المنعم فقد أحسنت قال تعالى لإن شكرتم لأزيد أنكم فأنت أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما تشكر النعمة ثم تشكر المنعم سبحانه وتعالى فأنت أحسنت نعم فلابد لنا أولا حينما نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء أخي الكريم لابد لنا أولا أن نتأدب مع الله سبحانه وتعالى وأن نستفتح أبواب الإجابة أن تتزلل بحروف العظمة لله تبارك وتعالى فلابد حينما أناجي أقول يا رب طيب هتقول يا رب ماشي لكن قبل ما تقول يا رب تقول إيه استحضر قلبك أولا جمعا زي ما وضح لنا الدكتور عمر لابد لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل الدعاء من قلب الله واحد ساهي ولاهي وماسك موبايله وقاعد على الفيس بتاعه وعلى التويتر ولا على الاستجرام ولا على الواتس يا رب كرمنا تبتيجي إزاي ما ينفعش خالص أنت تتكلم مع من الله مع الله تبارك وتعالى من بيده الأمر من إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون إذا لابد لك أولا أن تستحضر قلبك وأن تستحضر كل جوانب حياتك وكل نفسيتك وأنت واقف تتزلل بحروف عظمة الله هفكرك بحاجة دكتور عمر نعم لما يعني يروي الإمام أحمد في مسنده والإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للسيدة عائشة قاعد كده قاعدت صفا مع السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه فقال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت فبسطت السيدة عائشة سرت لأن من الداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب وبيدعي مين بيدعي حبيبه خالق الأكواه سبحانه وتعالى هل تتخيل في مخيلتك أن ربنا هيرد دعوة سيدنا النبي لا أبدا فقال صلى الله وسلم اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت فيقول لك راو الحديث فسرت السيدة عائشة وضحقت حتى سقطت رأسها في حجرها وفي حجر الرسول الله من فرحتها بحلاوة الدعاء ومن إن شاء الله أن ربنا هيتقبل هذا الدعاء فقال لها النبي أيا سرك دعائي أنت اتبسطت افرحت من هذا الدعاء والله إنها لدعوتي لأمتي عقب كل صلاة اللهم صلى على سيدنا الله عليه الصلاة والسلام إذن حبيبك النبي بيدعي لك دعا لك وأمن على الدعاء جبريل عليه السلام وبإذن الله نطمع في كرم الله أن يستجيب هذا الدعاء اللهم اغفر لأمتي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت اللهم استجب واجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم أمين فلابد لنا من الأدب إذن حينما تقرع أبواب العطاء لابد أن تفتح أولا بأسماء الله الحسن اللهم يا كريم يا حليم يا غفور يا ذا العرش المجيد تقعد كده يعني عارفت يمجد الله تبارك وتعالى ثم تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة ثم تطلب ربنا ربنا ما بيحبش السجع في الدعاء قول اللي في قلبك زي ما قال الدكتور عمر الكموار ربنا عايزك تقول أنت وهو أقرب إليك هو يعلم الحاج لكن ربنا بيحب عبده ناجي إن الله يحب يا الملحين لح على ربنا فلما تستفتح بأسماء الله الحسنة ثم تصلي على حبيبك النبي ثم تدعو الله بما فتح الله عليك من الدعاء وتختم بالصلاة على رسول الله فاعلم أنك مقبول لأن الله حيي كريم يستحل إذا رفع العبد وقال يا رب بإذن الله مقبول لكن هو عارف يا دكتور عمر إحنا مشكلتنا إيه مشكلتنا إن إحنا عارفت تيكا وي السرعة إه إن إحنا إيه إحنا كلنا في عجلة من أمرنا إنت عايز عارف كلمتين ويمشي عايز لؤمة وإنت ماشي يعني لو تقدر تاخدها في العربية لو تقدر وإنت نازل الأسنصير ده ما ينفعش مع رب دي الله سبحانه وتعالى لابد لك من الوقوف بأدب أمام المولى تبارك وتعالى تمجد الله وتثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهله بما هو أهله ثم تصلي على حبيبة النبي صلى الله عليه هل تتخيل دعاء أول حمد وصلى على رسول الله وأخر صلى على رسول الله ده مقبول بفضل الصلى على رسول الله بإذن الله تبارك وتعالى فلا بد لنا إخوة الإيمان والإسلام ومن يشاهدنا ويسمع كلامنا عبر شاشتكم الموقرة أن نتأدب مع الله تبارك وتعالى ونحن في شهر الأدب ونحن في شهر الأدب أبواب الجنة مفتوحة وأبواب النار مغلقة وتصفض الشياطين ومرضة الجنة فنسأل الله تبارك وتعالى حسن القبول وحسن العمل وحسن الخاتمة اللهم أمين يا رب العالمين شكر الله لكم نتقدم في نهاية هذه الحلقة بخالص الشكر والتقدير لعلمائنا الكرام لفضيلة الشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم شكر الله لكم يا سيدنا وبرك الله فيكم ونتقدم بالشكر والتقدير لفضيلة الدكتور عمر الكمار مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف المصرية شكرا كزينا شكرا كزينا شكرا بنا بارك فيك وشكر الله لكم مشاهدين الكرام على حسن هذه المتابعة ونحن في هذه النفحات العطرة نفحات الدعاء نفحات ذكر رب العالمين إنما التضرع له سبحانه وتعالى واجب في كل وقت وحين إلى لقاء قادم يجمعنا إن شاء الله تعالى حتى ذلك الحين دمتم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته